موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك هذا مش درس بالكتاب هاي تجميعة من عندي اسئلة فيها ايجاد ثوابت كيف يعني يعني جد قيمة الثابت سواء كان الثابت هاد الف اسمه الف او با او ميم او لام او نون اي اسم اي سؤال في جد قيمة الثابت وهاي تجميعة من عندي ايه لكم خلاص اه دفتركم جاهز قلامكم جاهزة نفسيتكم جاهزة نحكي بسم الله نحكي بسم الله تفضل يا استاذ طيب هاد الدرس او التجميعة هاي زي ما حكينا مش درس مفيش درس في الكتاب اسمه ايجاد ثوابت هاي التجميعة انا جمعت لكم تلتاشر سؤال تلتاشر سؤال وكلها اسئلة في الكتاب كل اسئلة الكتاب تلتاشر سؤال على ايجاد الثوابت فنحكي بسم الله ونبلش هاد رقم واحد رقم واحد يا استاذ هايو رقم واحد بيحكي لك تكامل من سالب واحد لتلات اتنين با ذالسين يساوي اتناش طبعا جيت قيمة با طيب ماشي كيف هتحل السؤال هاد ركزوا فتحولي مخكم معي اتنين با اتنين با يا استاذ هذا يعتبر يعتبر ثابت تكاملها اتنين با سين تكامل اللي اتنين با اتنين با سين وعندك من سالب واحد لتلات هايها من سالب واحد لتلات امتاز خلي اللي اتنين با برا هاي اللي اتنين با برا افتح اقواس في النص سالب زي ما بتعارفين هعوض اللي فوق محل السين هتصير السين تلات هعوض اللي تحت محل السين هتصير سالب واحد طب ما با ضرب ضرب اربعة تلاتة زائد واحد اربعة اتنين با ضرب اربعة تمانية با تساوي تساوي اتناش تخلص من المعامل التمانية على تمانية على تمانية من اول هاي يا استاذ هيك اه با بتساوي اتناش على تمانية اتناش على تمانية هاي بنقدر نختصرها نبسطها اه ممكن اتناش على على اربعة وتمانية على اربعة برضو فاتناش على اربعة تلات وتمانية على اربعة اتنين يطلع الجواب با تساوي ايش تلاتة على اتنين بعد الاختصار تلاتة على اتنين بعد الاختصار اعيدها سريعا اعيدها يا استاذ سريعا حاضر ها اول واحد بدي عيدها صلقت عن النبي المصدرس المحمد. شو تكامل اللي اتنين بقى? استاذ اتنين بقى سين من من سالب واحد لتلات. مضبوط. خلي اللي اتنين بقى بره. ها هي اتنين بقى بره يا استاذ. افتح اقواس. خط بالنص سالب. عوض اللي فوق محل السين. تلات. عوض اللي تحت. سالب واحد وفيه سالب? هتصير زائد واحد. هذا كله يساوي اتناش. يعني اتنين بقى. ها? تلات زائد واحد اربعة. يساوي اتناش. اتنين بقى باربعة. تمانية بقى. تساوي اتناش على تمانية على تمانية. بقى تساوي اتناش على تمانية. مستاذ اتناش على تمانية هاي بتختصر. اه. عاربعة. عاربعة. يعني بقى هتساوي اتناش عاربعة. تلات تمانية عاربعة. اتنين بقى تساوي تلاتة عاتنين. استاذ السؤال. اتنين بقى بقى اربعة يساوي الاشي. على اتنين. على اتنين. اتنين مع اتنين. باق باربعة. اربعة باق. تساوي اتناش على اتنين ستة. وبعدين اكتب على اربعة على اربعة. تصير باق تساوي ستة على اربعة. هاي على اتنين على اتنين. ستة على اتنين. تلاتة. تلاتة على اتنين. بقدر اعملها هيك عمرتين. بقول لك اه بتقطع. عادي ما في مشكلة. ما في مشكلة. يبقى هاي اللي اتنين باق تكملها اتنين باق سين. السين عوضناها. اتنين باق باربعة تمانية باق. يسوي اتناش عتمانية عتمانية. اللي اتناش والتمانية على اربعة على اربعة تطلع بقى تسوي عندك ايش? تلاتة عاتنين. هاي الرقم. رقم واحد. ماشي? ها كتبتوه اللي لأ. طبعا هذا هيك سؤال. يعني ممكن اعمل زي هيك. اه بس هاي الحل طبعا. اكتب يلا عشان ناخد رقم رقم اتنين. كتبتو. طيب. هاي رقم واحد. ازا الرقم واحد طلعت ايش? تلاتة على اتنين. الجواب تلاتة. تلاتة على اتنين. ناخد رقم اتنين. رقم اتنين. هاي ها. ايش رقم اتنين? تكامل? من سالب واحد لميم. اربعة دال سين مساوي عشرين. طبعا جيت قيمة الثابت والثابت هون شو اسمه? اسمه ميم. طعا. طيب. شو تكامل الاربعة? الاربعة يا استاذ تكاملها اربعة اربعة سين. مين? من سالب واحد لميم. هادا كله ساوي عشرين. طيب ماشي. خلي الاربع برا كالمعتاد. افتح اقواس. حط بالنص سالب. عوض اللي فوق محل السين. بتصير ميم? بعدين عوض اللي تحت سالب واحد. هتصير زائد واحد. يساوي. يساوي عشرين. ها. طيب. في اربعة يا استاذ. بينفع ان نقسم على اربعة. عطول على اربعة على اربعة. يعني ينفع احكي هيك. عطول الاربع اللي برا هاي. ينفع اكتب على اربعة. على اربعة. طبعا ينفع. مية بالمية. بتروح الاربعة مع الاربعة. بيضل عندك هون ميم زائد واحد يساوي عشرين تقسيم اربعة خمس. وخلاص هذا الزائد واحد هون. مواقص واحد. مواقص واحد. يعني هتطلع عندك ايش? ميم. بتساوي خمسة نقص واحد ايش? اربعة. هاي طلعنا ميم. لا هذا السؤال سهل يا استاذ كتير. هذا السؤال كتير سهل. اذا ميم هون طلع الجواب عندك كام? تاني واحد طلع الجواب. طلع الجواب اربعة. ماشي? ماشي جماعة ماشي الامور تمام? ماشي يا استاذ. هات رقم كام? رقم ثلاث. طب هات رقم ثلاثة هنكتب على جانب هون يا استاذ. مش ضروري. نحله هون. يلا تعال هون نكتب في الجهة هاي. ننفع الجهة هاي. هاي رقم ثلاثة. رقم ثلاثة تكامل. من واحد لباء. اه ستة سين. ستة سين. دالسين. معطيني اياها كام? تسعة. طب كويس. هات تنحل. يلا. هنطلع اللي بجبتي هيك. شو تكامل ستة سين? طبعا هاي ستة سين قص واحد. اللي هي بتصير ستة. سين. قص اتنين. على اتنين. من? من واحد لباء. وهذا كله يسوي تسعة. ستة. على اتنين. تلاتة. تلاتة بنخليها برك المعتاد. وبنفتح اقواص. بحطه النص سالب. عوض اللي فوق محل السين. السين صير باء. وفيه تربيع. ازان باء. تربيع. عوض الواحد. واحد تربيع واحد. سالب هاي ملهاش دخل. واحد تربيع ايش? واحد. هذا كله يسوي تسعة. مستاذ نعم. مقسم على تلاتة على تلاتة? اكيد. على تلات على تلات. ها. ها. بصير عندي باء تربيع ناقص واحد يسوي تسعة تلاتة تلاتة. طب الناقص واحد اكيد زائد واحد زائد واحد. باء تربيع يساوي تلات زائد واحد اربع. معي يا جماعة? مفهوم هذا الكلام? كيف نتخلص من التربيع? الله يسهل على التأسيس. خلاص معروفة يا استاذ. نحطه هون جذر. ونحطه هون جذر. وعند العدد لا تنسى تحط موجة بوسال. التربيع بنروح مع الجذر. بطلع عندك باء تساوي جذر الاربعة اتنين. وبطلع باء تساوي سالب اتنين. يعني هذا لو دوائر بيكتب لك هيك اتنين وسالب اتنين. او بالعكس او سالب اتنين. هاي. هاي قيمة ايش? قيمة باء. ماشي يا جماعة? برضو سهل السؤال هاد? سهل جدا. مفيش اي اشي يا استاذ. رقم تلات اتنين وسالب اتنين. ها. يبقى رقم تلات اتنين. وكمان ايش? وسالب اتنين. حلو. نيجي لرقم رقم اربعة. هي اللي الامور واضحة تماما. نفيش فيها اي مشكلة. وهذا يعني زي اسئلة تعتبر زي مراجعة. ماشي يا استاذ. همحي. اللي بدي يوقف يكتب قبل ما محي. اللهم صلى على سيدنا محمد. طيب. رقم رقم اربعة. رقم اربعة. اربعة. هاي اربعة. تكامل. من واحد لباق. اتنين سين نقص واحد. ده السين. ساوي الساوصف. ماشي الحال. بلش. اللهم صلى على سيدنا محمد. اه استاذة دول حدين. اتنين سين. وفيه نقص واحد. طب مش مشكلة. اللي اتنين سين. بتصير اتنين. سين تربيع على اتنين من. من واحد لباق. نقص. الواحد. تكامل الواحد سين. برضو ايش. من واحد لباق. وهذا كله يساوي ايش. يساوي صحي. ماشي يا جماعة. اللي اتنين سين. طبعا هاي اتنين سين قص واحد. تصير اتنين سين قص اتنين على اتنين. من واحد لباق. نقص. هاي نقص. وتكامل الواحد سين. او واحد سين. يعني سين من واحد لباق. طبعا الاتنين مع اتنين. برضو هنفتح اقواس هيك. هنحط في النص سالب عوض الباء هتصير باء تربيع عوض الواحد واحد ناقص برضو افتح اقواس وفي النص سالب اكيد ناقص هاي هاي والسين هنفتح اقواس في النص سالب عوض اللي فوق باء اللي تحت واحد وهذا كله سو صفر فك الاقواس هاي هذا القوس زي ما هو باء تربيع ناقص واحد هون هندخل السالب عالقوس سالب مع باء سالب باء وسالب مع سالب واحد اتصير زائد واحد يساوي ايش يساوي برضو صفر يبقى الاقواس هاي خلاص راحت وهون السالب مع الباء والسالب مع سالب واحد سالب مع باء سالب باء سالب مع سالب واحد موجب واحد اه رتب. شو يعني رتب? يعني اولش تنزل باق تربيع. وبعدين ناقص باق. طب استاز في عندي سالب واحد وفي مجب واحد. اكيد هيروحوا مع بعض. ساوصف. طيب ماشي استاز وبعدين. باق تربيع ناقص باق. فاكرين هاي شو معه. استاز هاي هاي هاي. عامل مشترك? صح. عامل مشترك. فتكروا معي على عامل مشترك. باق تربيع اللي هي يفترض باق. باق. ها. ناقص باق. هاخد باق من هون مع باق من هون تنزل عامل مشترك. بيضل عندك باق هاي. ناقص. هون ما ضلش ايش يا استاز? واحد. يساوي صفر. ها باق تربيع ناقص باق. باق تربيع باق باق وهم باق. خدنا باق عامل مشترك. ضل باق ناقص. فيش اشي هون? معناة واحد. اما الباق هاي لحالها بتساوي صفر. ها? الاولى تساوي صفر. او الباق ناقص واحد. قديم هذا الكلام. باق ناقص واحد يساوي صفر. زائد واحد زائد واحد. يعني الباق. هتساوي ايش? هتساوي واحد. يعني الجواب صفر صفر واحد او واحد وصفر. هالحال. ماشي يا جماعة? تمام السؤال هاد? وهذا اجا معنا قبل هيك. يعني اجا معنا فكرين الاتصال لما كنا نجيب اصفار المقام وزمان هاد للحكية يا استاز. هاي سؤال رقم ايش? رقم اربعة. باق تربية نقص باق. باق تربية نقص باق. عامل مشترك. اما باق تسوي صفر او باق نقص واحد تسوي صفر. تطلع باق تسوي ايش? واحد. الجواب صفر. صفر وواحد. طيب ممتاز هاي رقم اربعة. صفر وواحد. او واحد وصفر. طبعا هون اتنين وسالب اتنين. اهى. حداش فكر هالا قواس هاي هادا الجواب انا قصدي. هيك المفروض يكون. طيب. نيجي لرقم خمسة. يلا اللي بده يكتب اربعة يكتبه. مش اللي بده يكتبها يكتبها. كلكم لازم تكتبوها طبعا. تكتبها مرة هسا. بعدين تدرسها وتثبتها مية بالمية. وتتأكدوا يا جماع ان كل المساء اللي بتكتبوها بتعرف تحلوها لحالكم مية بالمية. خمسة هات خمسة. طيب هات رقم رقم خمسة. اللهم صلاة سنة محمد. سؤال رقم خمسة. هاي خمسة. تكامل. رقم خمسة ما اعطيني. اتنين سين نقص واحد. من اربعة لباء تنين سين نقص واحد. دل سين. برضو ايش. يساوي. يساوي صحة. websites مكتبات هي اللي بتشبه اللي فوقيها. انتين سين نقص واحد. اتنين سين نقص واحد. وكمان هاي تنين سين نقص واحد. بس هون من واحد لباء. هاي من اربعة لباء. هاي هون يساوي ستة. ومن صفر ايش لا لا. خانا نشوف شو بصير? شو بصير معنا? اللي اتنين سين تكاملها اتنين سين تربيع على اتنين مين من اربع على باق. ناقص الواحد تكامله سين برضو مين من اربع على باق. وهذا كله بيسوي صفر. بقية جماعة اتنين مع اتنين عوض. افتح اقواس في النص سالب. هتصير باق. باق تربيع. وعندك ناقص اربعة تربيع ستاش. هن في ناقص برا. افتح اقواس في النص سالب. السالب هاي هيها. الاقواس هاي لسين. هنعوض اللي فوق باق. واللي تحت اربعة. هذا كله بيسوي صفر. في كل الاقواس هاي حاضر. بتصير باق. تربيع. ناقص ستاش. وزع السالب. السالب مع الباق. سالب باق. والسالب مع سالب اربعة. هتصير زائد اربعة. يساوي صفر. رتب. باق تربيع تنزل اولا. بعدين ناقص ناقص باق بعديها. سالب ستاش زائد اربعة. اشارة اللي كبير. هيسالب وهيموجب. اشارة اللي كبير. والفرق بناتهم. شيل اربعة من الستاش. يصير عندك اتناش. يساوي صفر. السؤال اللي فات كان عامل مشترك. بس لما يكون عندك باق تربيع وباق وعدد. هاي عبارة تربيعية. عارفين ولا لا? اه. هاي عبارة تربيعية. باق تربيع باق عدد. هنفتح قوصين. اه. عبارة تربيعية زمان عنها. طيب. الباق تربيع. خدناها في التكامل وخدناها في الفصل الاول كتير. باق باق. اشارة اللي تنزل زمهية. نضرب سالب مع سالب. اشارات نفسها تصير موجب. بدنا عددين نضربهم يعطونا اتناش. نطرحهم يعطونا واحد. بدون الاشارة طبعا. نضربهم يعطونا اتناش. نطرحهم يعطينا واحد. اربعة بتلاتة يا استاذ. لو بنضربهم باعتونا اتناش. والفرق بناتهم واحد مزبوط. احترام لكبير واجب. يعني اربعة وبعدين تلات. اما القوس الاولاني باق ناقص اربعة يساوي صفر. او القوس التاني باق زائد تلاتة يساوي صفر. السالب اربعة موجب اربعة موجب اربعة يعني باق تساوي اربعة. القوس التاني سالب تلات سالب تلات يعني باق تساوي سالب تلات. استاذ نعم. انا عطول باق ناقص اربعة باكتب باق تساوي اربعة. باق زائد تلات باكتب باق تساوي سالب تلات. طيب احنا حكينا الكلام هذا زي ما نسويها. فيش مش ضروري الخطوطين هدون. باق ناقص اربعة باق تساوي اربعة. باق زائد تلات باق تساوي سالب تلات. عادي ممكن تسوي هيك وتوفرها على حالك وقت. ازن الجواب هون الحل اربعة وسالب تلات او سالب تلات واربعة ما بتفرقش. يبقى اربعة وسالب تلات. ها اربعة وسالب تلات. هاد اللي هي سؤال رقم كم? سؤال رقم خمسة. ناخد ستة. هاته يا استاذ ستة. امحي خمسة ولا ايش رأيكم? جنبه يا استاذ جنبه. عادي مش مشكلة. حاضر. جنبه. امركم. جنبه جنبه. ها? خلنا نعمل خط هيك? لا تعال. ها? هنعمل خط جنبه معشان نفصل بيناته. ها? خطوط الحلوة يا استاذ. ها خطوط جديدة تقنية جديدة. طيب هات رقم ايش? ستة. ماشي ستة. صليتوا عن نبيه يا جماعة. اللهم صلع سيدنا محمد. هات سؤال رقم ستة. تكامل ستة هاي. اللي هو تكامل من من صفر للام. اتنين سين ناقص واحد دال سين يساوي. ستة المرة هاي. طيب وغيرنا البدل باق صارت لام. مش هتفرق? باق لام ميم. اي رمز يا جماعة. مش هتفرق معنا. طيب تعالين. شو تكامل اتنين سين? كالمعتادة يا استاذ. اتنين سين تربيع على اتنين من من صفر للام. ناقص الواحد اللي هو سين برضه من صفر للام. وهذا كله ساوي ستة. اتنين مع اتنين راحة. هاي اقواس في النص سالب. اعوض لام محل السين. هتصل لام تربيع. اعوض الصفر. صفر. ناقص هاي بتضلها برا. وبنفتح اقواس في النص سالب. اللام هتيجي هون. اللام. وصفر. وهذا كله يساوي ستة. حاضر. طبعا اللام تربيع ناقص صفر. هتصل لام تربيع. هيروح الناقص صفر. ناقص. ناقص مع اللام. هتصر ناقص لام. والصفر بدناشية. يساوي ستة. ها. لام تربيع ناقص لام يساوي ستة. شو فيه سيد العزيز? هندخل الستة هاي لجوه هون. مع هدول المحترمين هدول. الجماعة كابر وافاضل. هندخل الستة معهم. هتصل لام تربيع ناقص لام الستة ستة. لما جيبها هون. تصر سالب ستة. يساوي صفر. وبرضو صارت عبارة تربيعية. ايوة. يعني يا استاز اكيد هنفتح قوصين للعبارة التربيعية. اللام تربيع. لام لام. ماشي? السالب بينزل. وسالب مع سالب بعطيني موجب. بدي عددين اضربهم يعطوني ستة. والفرق بناتهم كام? واحد. تلاتة باتنين يا استاز. مزبوط احترامل كبير. تلات اتنين. لام ناقص تلات. بتطلع لام تساوي موجب تلات. لام زائد اتنين. تطلع لام تساوي سالب اتنين. عكس الاشارة. يبقى لام تساوي تلات. لام تساوي سالب اتنين. يعني الجواب تلات وسالب اتنين. او سالب اتنين وتلات. ما بتفرق معنا. هاي رقم ستة. هاي ها. تلات. وسالب اتنين. هاي حلينا رقم ايش? رقم ستة. حكينا هذا الدرس او هاي الحصة او هاي التجميع بتضعطيكم تلاتاشر سؤال. هاي خلصنا منهم ستة. ماشي الحال? خلينا امحي الستة هدول. واكتب لي ايش? شوية جداد. وارجع لكم. موقع حصص انلاين. نضع العلم بين يديك.